وعن القطاع الزراعية أكد مدبولي أن الدولة تتعمل وعلى تحفيز الفلاح على زراعة محاصيل استراتيجية وأشار إلى أنه تم رفع حافز توريد أردب القمح من 1250 جنيه إلى 1500 جنيه عشان نبدأ نشجع ونحفز الفلاح المصري على زراعة المحاصيل استراتيجية ابتدينا نتكلم على موضوع الزراعات التعقدية وإن إحنا نلتزم كدولة بأرقام محددة ويمكن آخر شيء مهم جدا أن أنا حابب أقوله هو اللي حضراتكم أكيد تبعتوه برفع حافز توريد الأردب من الأمح من 1250 اللي كان مقر إلى 1500 جنيه إحنا النهاردة فقط الدولة المصرية مخصصة 45 مليار جنيه لعملية توريد الأمح المحلي